اكد سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة عمق ومتانة العلاقات التاريخية المتجدرة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الصعود في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من لدن حضرتي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله جاء ذلك لدى قيام سموه صباح اليوم بزيارة إلى سلاح البحرية الملكي البحريني حيث شهد سموه إحدى مراحل التمرين الثنائي المشترك جسر 23 الذي تنفذه قوة دفاع البحرين متمثلة في سلاح البحرية الملكي البحريني مع القوات البحرية الملكية بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الفترة من العشرين إلى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في مملكة البحرين وخلال زيارة سموه حفظه الله إلى سلاح البحرية الملكي البحريني التقى سموه بعدد من ضباط سلاح البحرية الملكي البحريني وضباط قوات البحرية الملكية السعودية المشاركين في التمرين ثم تفضل سموه بزيارة عدد من السفن والقوات المشاركة في التمرين كما استمع إلى إجاز عن أهداف ومراحل التمرين وخطط وبرامج الإعداد والتدريب المختلفة هذا وأشهد سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بالمستوى المتميز للتمرين الثنائي المشترك جسر 23 وما أظهره المشاركون فيه من روح التعاون والعمل المشترك مشيرا سموه إلى أهمية هذه التمرين المشتركة في رفع كفاءة القدرات لدى سلاح البحرية الملكي البحريني وقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بينهما واكتساب المزيد من الخبرة الميدانية لمواجهة مختلف التحديات